لأن الحكاية تستحق أن تروى بلسان أصحابها وحتى لا تنظهر القصة ولا تكون آفة حارتنا الإنسيان لأن غض المعركة هي عقل الإنسان ليه كانت رسالة العملية الرئيسية أننا أصبحنا القوة رقم واحد هل قتلكم الرجل؟ قال نعم وكان مبتسما لأن للحرب على الإرهاب والتطرق وجوها كثيرة يجعل فكره هو معياراً للهدى معياراً للدين هو يعرف كيف ينفذ إليك ما سيضرب من حتى لا تشوه الحقائق المعلومة أمامهم لكن لا يرونها ولا تحرف الوقائع ليه ندي الإخوان تاني 40 ساعة؟ إحنا يجب أن نسح الإخوان الآن ولا يزور التاريخ قال بصراحة ما كناش متوقعين أنك هتقرفوا الدفع عن قضيطة معلومة مدققة مصر أم الدنيا مش لأنها قديمة فإن كان كل المتغرون في العالم وكل الطبوحين يجوا هنا عشان يبنوا نفسهم ما تتخيلش فرحة الناس أردئيه لما ربنا ترمنا والمركب اتحركت وطلعيه دور اللي تعمله كانت سويس وهي في نظر العالم عمل إزاي وبناء البحر أهميتها إيه من نسباتها؟ الكلمة نور وبعض الكلمات قدور جورج عبيض وحمد غيس وعبد الله غيس وأمينة غيس وسيم حايوب وسناء الجميل تفاصيل جديدة ممكن يبان عادي بس هو مش عادي وهكذا هي مصر وهكذا هم مبدعوها الوثائقية القصة كاملة قريبا